تعاني مدينة الشحر أزمة حادة في المياه والتي ازدادت خلال الفترة الأخيرة في ظل مناشدات المواطني لسطة المحلية دون استجابة الأمر الذي دفعهم إلى اللجول لاستعجار صهاريج المياه المتنقلة كحل مؤقت رغم كلفتها الكبيرة المزيد في هذا التقرير يبدو أن المصائب لا تأتي فرد على المواطني في مدينة الشحر وما بين جائحة كورونا وجحيم الكهرباء عصفت شحة المياه وانقطاعاتها المستمرة بالمواطنين لتعكر صفو حياتهم المعيشية دون حلول ومعالجات جذرية من الجهات المختصة رغم وعودها المتكررة منذ سنوات لمعالجتها ووعدنا بأنها ستحل هذه المشكلة وللآن ما يقارب السنة ولم تحل هذه المشكلة فنحن نوجه رسالتنا إلى محافظ محمد حظموط بحل هذه المشكلة في هذا الوقت فنحن نشكر على كل الجهود اللي يبدأها ولكن نحن محتاجين لحل هذه المشكلة وبالذات لأن الماء ضروري في علاج هذا الوباء من التعقين وغيرها والناس تشتكي من البوز وما أدراك من البوز تضرر المواطنون جراء انقطاع المياه عن منازلهم مما أضطرهم إلى استئجار صهريج المياه المتنقلة إلى بيوتهم كحل مؤقت لمعالجة الإشكالية رقم كلفتها الكبيرة والتي لا يقدر عليها البعض منهم البوز المواطن معه عشر ألف مهدار يطرحها في الراشن ولا يبل بوز ماء والبوز ما تعبر لثلاثين أربع يام وخلص الماء على الجانب الآخر تقوم المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي فرع الشحر بجهود للتخفيف من أعباء المواطنين رغم قلة الإمكانيات أوضحت تكرار انقطاع المياه عن المنازل خلال هذه الأيام في بعض أحياء المدينة بعد تدخلات سلطة المحلية بالمحافظة في تنفيذ عدة مشاريع بالمديرية ويعود هذا الموضوع أو الانقطاعات إلى عدة أسباب أهمها هو تأخير تنفيذ مشروع الخط الناغل الذي سيسهم في تعزيز المدينة بكميات مياه كافية بالإضافة إلى توقف أعمال الخزانات طبعاً نحن الآن في مشروع بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة حسب دعم المحافظة بمليون دولار لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي بالمديرية طبعاً الآن الأعمال جارية في تنفيذ عدد إثنين من المشاريع مشروع الخزانات سوف يتم استكمال مشروع خزان البكداك خلال المسبوع القادم مناشدات كبيرة أطلقها المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي لحل الأزمة التي تواجههم نظراً لاحتياجهم الضروري للمياه بشكل يومي فهل تستطيع المؤسسة أن تفي بوعدها وتصدق في تحقيق استقرار تموينات المياه للمواطنين خلال الفترة المقبلة أم أن المعاناة ستستمر